بيبدأ الفيلم بواحدة دخلة سوبر ماركت عشان تشتري علبة سجاير وبتكون خايفة وكأن في حد مرائبها وقتها بتيجوا مكلمة لصاحب السوبر ماركت فوشه بيتغير وبيقول لها صراحة ولا تحدي فبتترعب البنت وبتقول له تحدي وساعتها بيكبرها انها تولع فزبونة في السوبر ماركت بنروح بعدها اليوتيوبر مشهورة اسمها أوليفيا وبنشوفها يا فتح لايف وبتكلم المتابعين بتاعها فبتيجي صاحبتها ماركي وبتعرض عليها يروحوا رحلة لمكسيك عشان يقدوا الأجازة بتاعتهم فبترفض أوليفيا بحجة ان عندها شغل كتير بس بيجي صحابها تايسون وماري يتكلموا معها وبيقدروا يقنعوها وبعدها بيسافروا مكسيك وبيروحوا بار عشان يرقصوا يستمتعوا بوقتهم فبتتعرف أوليفيا على واحد اسمه كارتر وبيعودوا يتكلموا طول الليل لحد ما بيجي صحابها وبيبقوا عاوزين يروحوا مكان جديد فبيقترح عليهم كارتر يوديهم لمكان يكملوا في صهرتهم ولما بيوافقوا بياخدهم لكنيسة مهجورة وبيعرض عليهم يلعبوا لعبة صراحة أو تحدي فبيتحمسوا للموضوع وبيبدأوا يسألوا بعض أسئلة محرجة وبيكون لازم يجاوبوا فيها بصراحة ولما بييجي الدور على كارتر بيسألوا إيه السبب اللي خلاه يتعرف على أوليفيا في البار فبيقول لهم نتعرف عليها عشان بيدور على شلة صحاب وعاوز يجيبهم من مكان ده ويخليهم يلعبوا لعبة صراحة أو تحدي وما عندوش مشكلة انهم يموتوا مقابل انه يعيش ويهرب من لعنة فبيستغربوا جدا من كلامه ايه موضوع اللعنة والهروب والكلام ده كله المهم بعدها بيقوم من مكانه عشان يمشي فبتروح أوليفيا وراها عشان تفهم منه اللي بيحصل وساعاتها بيقول لها ان اللعبة دي لعنة وللأسف لازم تلعب مع صحابها وبينصحوا تنفذ التحدي اللي هيتطلب منها وتقول الصراحة من غير كذب وإلا هتموت ولما بيمشي بترجع أوليفيا لصحابها وبتلاقيهم اختفوا وفجأة بيظهروا قدامها وما بيبتسموا بشكل مخيف جدا وبعدها بيرجعوا لطبعتهم وبتفتكر أوليفيا انها كان بتتخيل بسبب الخمر اللي شبتها وبعد ما بيخلصوا الأجازة بتاعتهم بيرجعوا تاني للجامعة وهناك بتلاقي أوليفيا كلمة صراحة ولا تحدي مكتوبة على الديسك بتاعها فبتتجاهل الموضوع وبترجع للبيت وبتلاقي نفس الكلمة مكتوبة عن مذكرة بتاعتها وكمان بتلاقيها مكتوبة على العربية فبتستورب من موضوع وبتروح للمكتبة عشان تتكلم مع صاحبتها ماركي وأول ما بتوصل بتلاقي كل الطلبة شكلهم بقى مرعب جدا وبيبدأوا يسألوها صراحة ولا تحدي وبيفضلوا يضغطوا عليها لحد ما بتقولهم صراحة فبيسألوها عن السر اللي ماركي مخبيها ومحدش يعرفوا غيرها فبتقولهم أوليفيا بصوت عالي إن ماركي بتخون حبيبها لوكاس وساعتها بيرجع الطلبة لطبعتهم وبيكون لوكاس موجود في المكتبة وبيسمع اللي هي قالته فبيخرج من مكتبة وهو متداي وبتكون ماركي متعصبة من أوليفيا عشان وقعت ما بينها وبين حبيبها في الوقت ده بيكون صاحبهم روني في بار وبيحاول يتعرف على بنت وفجأة بتتحول ملامحها وبتبتسم وبتسأله صراحة ولا تحدي فبيقول لها تحدي وبتتحدى إنه يقلع هدومه قدام كل الموجودين فبيوافق وبيطلع على طرابيستي بلياردو وبيكون فيه واحد بيصوره بالموبايل بس روني بيرجع في كلامه وبيرفض ينفذ التحدي وفجأة بيتحاوله وكمان وكأنه مش في وعيه وفي حد مسيطر عليه وبيفضل يقبط دماغه في طرابيستي بلياردو وفي الآخر بيموت وقتها بتتجمع أوليفيا مع صاحبها وبيبعت لهم الفيديو بتاع روني وبيموت فبتتصدم أوليفيا وبتقول لهم إن لعبة صراحة ولا تحدي تلعت لعنة بجد زي ما كارتر قال لهم في الكنيسة ولو محدش نفذ المطلوب منه هيموت فورا فبيتريعوا عليها وبيكونوا مش مصدقينها حتى لوكاس بيكون شايف إن موت روني صدفة مش أكتر ولما بيخرج للشارع بيلاقي كلمة صراحة ولا تحدي مكتوبة على الحيطة فبيفتكن إن أصحابه عاملين فيه مقلب وبيتصل بيها وبيحكي لها على كل اللي حصل وبيقول لها إنه اختار صراحة واللعبة سألته عن شعوره الحقيقي ناحيتها وبيعترف لها إنه بيحبها أكتر من صاحبتها ماركي وبعد ذا بيتجمعوا كلهم وبيتناشوا في موضوع اللعبة وبيكتشفوا إن اللعبة بتختار دور كل واحد زي ما كانوا بيلعبوا في الكنيسة وبيكون دلوقتي الدور على ماركي وفجأة بيجي لها رسالة موبايل مكتوب فيها صراحة ولا تحدي فبتتأكد إن اللعبة حقيقية وبتختار تحدي وساعاتها بتأمرها اللعبة إنها تكسر إيد أوليفيا لكنها بترفض تنفذ التحدي وبتديها أوليفيا شكوش عشان تكسر إيديها وبتشرح لها إنها هتموت لو منافذتش التحدي فبتتر ماركي تسمع كلامها وبتكسر لها إيديها وساعاتها بينلوقع للمستشفى وبييجي الدور على صاحبهم براد وفي المستشفى بيروح براد يجيب حاجة يشربها وفجأة بيجيب عليه راجل عجوز ومبتسم وبيسأله صراحة ولا تحدي فبيترعب براد وبيختار صراحة وبيلاقي إن الراجل العجوز اختفى من قدامه وساعاتها بيجي والده ظابط الشرطة وبتكون اللعبة مسيطرة عليه وبيسأله عن سر مخبيه فبيعترف براد بالسر بتاعه وبيروح يقابل صاحبه وبيحكي لهم عن اللي حصل وبيعرفوا إن صاحبهم تايسون هو اللي عليه الدور وقتها بيكون تايسون في شركة عشان عنده انترفيوه وبيبعتوله رسالة عن موبايل بيحذره ما يرفضش قواعد اللعبة وإلا هيموت فبيعتجهل الموضوع وبيدخل المديرة اللي هتعمل معاه الانترفيوه وساعاتها بيروح صاحبه للشركة عشان يتطمنوا عليه وفجأة بيلاقوا المديرة بتقفل الباب والشاب يتحول وبتبدأ تسأله صراحة ولا تحدي فبيقول لها صراحة وبتسأله هو ليه بيكتب على الطلبة وبيفاهمه من الدكتور وبيديهم رشدات مزورة فبيكتب عليها وبيقول لها انه ما بيعملش كده وفجأة شكله بيتغير وبيمسك ألم وبيحطه في عينه وبيموت وبالليل بيتجمع صاحبه وبيتأكدوا ان اي حد بيجذب في اللعبة مصيره هيبقى الموت وبيعرفوا ان الدور على صاحبتهم ماري اللي بتكون قلقانة وخايفة جدا فبيطلوبوا منها تطلع قدتها واتنام عشان تستريح وبعدها بيدوروا عن نت عن اي معلومات بخصوص اللعبة دي لحد ما بيلاقوا فيديو للبنت اللي شفناها في اول الفيلم وهي بتحرق واحدة في السوبر ماركت وبيكتشفوا ان البنت دي تبقى صاحبة كارتر وانها متصورة معاه في المكسيك واسمها جيسي فبيبعتولها رسالة على الفيسبوك عشان يقابلوها وفي نفس الوقت بتكون ماري في الحمام وبتخسل وشها وفاجأ بتلاقي ان عكاسها في مرايا بيقول لها صراحة لتحدي فبتختار ماري الصراحة بس بتتفاجئ ان ده ممنوع وانها لازم تختار التحدي وبيكون التحدي بتاعها انها تمشي على سطح البيت ويبتشرب إزازة خمرة لحد ما تخلص الإزازة كلها ولما بيخرج صحابها بيشوفوها وبيحاولوا يساعدوها فبيجيبوا مرتبة بيحطوها تحتها عشان ينقذوها لو وقعت وبعد ما بتخلص ماري التحدي بتقع من على السطح وبينقذوها في آخر لحظة وزاعتها بتيجي رسالة لأوليفيا من جيسي اللي كلمتها على الفيسبوك فبيروح يقابلوها وبيسألوها ليه اللعبة أكبرت ماري انها تختار تحدي مش صراحة فبتشرح لهم ان قواعد اللعبة عبارة عن تحديين وواحدة صراحة بس وبتحكي لهم انها من شهر راحت هي وصحابها للكنيسة المهجورة وساعتها صاحبهم سام كسروا عق غريب وشكله تغير وقبرهم يلعبوا لعبة صراحة ولا تحدي ولما لعبوا تصابوا كلهم باللعنة وبقوا مجبرين ينفزوا المطلوب منهم ومشكلة بقى ان دورها جاي في اللعبة وللأسف اللعبة تحدتها انها تخلص على أوليفيا فبتطلع مسدسها وبتضرب نار على أوليفيا بس الطلقة بتيجي في ماريو بتموت وفجأة وش جيسي بيتغير وبتضرب نار على نفسها وبتموت وده لانها فشلت في التحدي ولما بتروح أوليفيا لمركز الشرطة بتحكي للمحقق على كل حاجة فبيستورب من كلامها وبيسيبها تمشي وساعتها بترجع البيت هي وصحابها وبيدوروا عن نت عن أي معلومات عن الكنيسة المهجورة فبيكتشفوا ان الكنيسة داية حصل فيها أحداث غريبة من خمسين سنة وكل الرهبان اللي فيها ماتوا معادة راهبة مكسيكية اسمها أينيز فبيقرروا انهم يروحوا للرهبة داية يمكن تساعدهم في حل اللعنة وفعلا بتروح أوليفيا هي و لوكس لبيت الراهبة وبيقابلوا حفدتها وبيطلقوا منها انهم يتكلموا مع جدتها فبتقولوا من جدتها خرصة ومش بتتكلم ولما بيقابلوها بتديهم الراهبة ورقة بتحكي فيها قصتها فمن خمسين سنة بالزبط كانت بتشتغل راهبة في الكنيسة المهجورة وكان فيه قصة في الكنيسة بيكبر الراهبات انهم يلعبوا لعبة صراحة ولا تحدي والراهب داوت كان بيدرب الراهبات باستمرار لحد ما واحدة من الراهبات دول قررت انها تنتقم من القص وحضرت شيطان قوي جدا اسمه كالوكس بس الشيطان دوت حب موضوع لعبة صراحة ولا تحدي وقرر يكبر الراهبات يلعبوها واللي بيخسر بموته فورا وبعدها بتديهم الراهبة ورقة مكتوب فيها تعويز الوقف الشيطان وبتعرفهم ان فيه قناء اتكسر في الكنيسة هو اللي حرر الشيطان من تاني عشان كده الشخص اللي اتكسر القناء دوت لازم يقرأ التعويز السبع مرات ويقطع لسانه ويحطه في قناء قربان للشيطان وبكده هيحبسه الشيطان في القناء وهيتخلصه من اللعنة نهائي وده معناه ان هو الشخص اللي لازم يقدم قربان وينهي اللعبة بس المشكلة انهم مش عارفين مين سام دوت فبيتفقوا يدوروا عليه وقتها بيجي والد صاحبه براد وبيخرج يتكلم معاه فبيسمع براد صوت الشيطان في الاسلكي وبيقوله صراحة لتحدي فبيختار التحدي وبيتحدى الشيطان ان يسرق مسدس ابوه ويخليه يترجاه ان يسيبه يعيش فبيتطار براد ينفذ التحدي وبيسرق مسدس من ابوه وفجأة بيجي زابة شرطة من وراه فبيفتكر انه مجرم وبيضرب عليه ناره وبيموته فبتتصدم أوليفيا هي و لوكاس وبيتم استدعاهم لمركز الشرطة وهناك بيجي الدور على أوليفيا وبتلاقي الشيطان بيسيطر على لوكاس وبيسألها صراحة لتحدي فبتختار التحدي وبيتحدىها تعترف لصحبتها ماركي بالسر اللي مخبيها عنها فبتعترف لها أوليفيا انها السبب في موت ابوها وساعتها بتتصدم ماركي وبتمشي ولما بتدخل أوليفيا لمحقق الشرطة بيقول لها انه عارف بموضوع اللعبة وبيورع صورة لسام وبيسألها لو بتعرفه فبتتفاقي ان السام داي بقى كارتر اللي دخلهم اللعبة اساسا وبتعرف من نقيب عنوانه وبتروح له هي واصحابها وبتطلبه منه يروح معاهم للكنيسة المهجورة عشان يفكوا اللعنة لكنه بيرفض وبيجم عليهم وبيضربهم بس أوليفيا بتطلع مصدس وبتهدده به وبعدها بتكبره ان يروح معاهم للكنيسة وأول ما بيوصله بتديله ورقة التعويزة وبتؤمنه يقرأها سبع مرات وفجأة الشيطان بيسيطر عليه وبيسأل لوكاس صراحة على تحدي ولكن لوكاس بيرفض التحدي وبيتحدى الشيطان ان يخلص على أوليفيا أو ماركي ولكن لوكاس بيرفض ينفذ التحدي وساعتها بيقطع عسام لسانه عشان ينهي اللهبة بس الشيطان بيسيطر على لوكاس وبيروح يخلص عليه وكمان بيخلص على لوكاس عشان منفذش التحدي وقبل ما يموت بيسأل ماركي صراحة على تحدي فبتختار ماركي التحدي وبيتحدها انها تضرب نار على أوليفيا فبتطلب منها أوليفيا انها ترفض تنافس التحدي وبيبين كده انها بتخطط لحاجة وفعلا بترفض ماركي وبيسيطر عليها الشيطان وبيمسك المسدس عشان يخلص عليها ولكن أوليفيا بتمنعه والرصاصة بتيجي في إدراعها وبتسأله صراحة على تحدي وبتفكرون من قواعد اللعبة انها طالما سألته فهو مشترك في اللعبة فبيختار الصراحة وبتبدأ تسأله ازاي انه اللعبة ويفكوا اللعنة فبيقولها انه مستحيل يفكوا اللعنة لان سام هو الوحيد اللي كان قادر يفكها بس للأسف سام مات والحل الوحيد ليوم عشان يخرجوا من اللعبة انها تجيب ناس غيرها يلعبوا اللعبة ديت فبتضطر أوليفيا انها تعمل كده وساعتها بتفتح لايف على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبتحكي لمتابعين بتوعها قصتها وبتعتذلهم ويبتقولهم صراحة ولا تحدي وبكده بتكون خرجة من اللعبة هي وماركي وبيقدر الشيطان يسيطر على واحدة من اللي تفرجوا على لايف وبتكون اللعبة لسه ما انتهتش قبل ما اختم بس معاك حايز اسألك على حاجة مهمة صراحة ولا تحدي يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة